إذن مشاهدين موجة الحار يلي حكينا عنها بنشراتنا الجوية السابقة ويلي واصلة لعنها من شبه الجزيرة العربية رح نبلش نتأثر فيها تدريجيا ابتداء من بكرة السبت ولغاية منتصف الأسبوع المقبل هالكتر الهوائية الحارة رح تتأثر فيها كل المناطق اللبنانية مترفقة بحالة عدم استقرار جوي مع احتمال لأمطار عادية عشوائية خاصة بالداخل والشمال الشرقي للبلاد مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ومع بينطبق المطال يلي بيقول قابل لهاب أما الليل التقس عم بيكون قليل لغيوم الحرارة على الساحل عم تتراوح بين ال 26 وال27 درجة أما بالداخل بين ال 23 وال24 درجة وبالنسبة للأرس 18 درجة ننتقل سورا نشوف تقس بكرة نهار السبت كيف رح بيكون بكرة مش مس إنما بيتخللوا بعض الصحب خاصة خلال فترة بعض الظهر الحرارة على الساحل بتسجل ببيروت 32 درجة 33 درجة بسور 34 درجة بترابلوس أما بالداخل زحلة 36 درجة حاصبية 37 درجة بعلبك 38 درجة إشارة إلى أنه بكرة في عنا احتمال لتساقط أمطار على المرتفعات الشمالية وبالأرز الحرارة بتسجل 25 درجة إذن تفصيل نهار بكرة على الشكل التالي الحرارة على الساحل رح تتراوح بين ال 25 وال34 درجة بالنسبة للرياح سرعتها ضعيفة اتجاهها جنوب غربي حال البحر معتد الارتفاع الموج حرارة سطحها 28 درجة أما الرتوبة بتتراوح بين ال 55 وال75 بالمئة مننتقل سوى لنشوف طقس الأيام المكبل لكيف رح بيكون نهار الأحد الثانين والثالتة طقس صيف حار مش مسألين لغيوم على الساحل إنما عنا تكدس لبعض الصحب على الجبال والمرتفعات وبالداخل وأيضا احتمال لأمطار رعدية هذه الأمطار رح بتكون عشوائية الطابع على الجبال الشمالية والشمالية الشرقية وبالداخل بالنسبة للحرارة نهار الأحد والثانين رح بتكون مرتفعة مثل ما ملاحظين بتتراوح بين 28 و 38 درجة على الساحل وبالداخل ممكن تتخطى الأربعين درجة أما بالنسبة للنهار الثالثة الحرارة رح تتراوح على الساحل بين 26 و 36 درجة وبالداخل ما زالت عم بتلامس الأربعين درجة إذن مشاهدينا هيدا كانت صفحة الأحوال الجوية للليلة أنا بودعكم تصبحوا على ألف خير